تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني وسط جملة من الإنجازات الإنسانية التي حققتها المملكة على الصعود كافة تلبية للتوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك المفدى يده الله ورعاه في نشر القيم الإنسانية النبيلة ومد يد العون للدول الشقيقة والصديقة في شتى المحن والظروف منذ قديم الزمان عرفت مملكة البحرين وما زالت تعرف بمساعيها الخيرة في مسيرتها الإنسانية التي شقتها بروح يستوطنها السلام ومد يد العون للمحتاجين والمتضررين في شتى بقاع الأرض هذه السمة الإنسانية المتجدرة في الأصول البحرينية شكل ملامحها حرص واهتمام جلالة الملك المفدى الذي أسس ثقافة إنسانية عريقة تسهم في إعلاء الشأن الإنساني والحقوقي لصالح البشرية جمعاء ويتضح ذلك جليا من خلال صدور المرسوم الملكي السامي بإنشاء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والتي أدت في طريق الخير بمتابعة سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية دورا بارزا ومهما في تقديم الأعمال الإنسانية للمواطنين والمقيمين ونصرة المحتاجين والمتضررين في مختلف أقطار العالم لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي حتمتها الجائحة العالمية كما تمثل جائزة عيسى لخدمة الإنسانية انعكاسا واضحا لللهج الإنساني الذي تسير البحرين على خطاه حيث تمنح الجائزة إلى أولئك الذين يعملون على تغيير العالم من خلال مبادراتهم الإنسانية وجهودهم الداؤبة في إيجاد حلول إبداعية مبتكرة للقضايا الإنسانية والاجتماعية كما يعد قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الذي بدأ مؤخرا العمل به نقلة نوعية في منظومة التشريعات المعنية بالحقوق الإنسانية المتعلقة بالطفل كما يعبر قانون العقوبات البديلة عن الفكر الإنساني الذي تتبناه المملكة في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان واستمرار تطوير كافة التشريعات والقوانين التي تسهم في حماية الفرد والنهوض به وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني لابد أن نثني على الجهود الإنسانية الكبيرة التي قام بها فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منذ بدء الجائحة وإلى يومنا هذا انطلاقا من الرؤية الإنسانية التي تتميز بها البحرين للحفاظ على الإنسان في مختلف المحن والأوقات إن العمل الإنساني هو من المقاصد الكبرى التي خلق من أجلها الإنسان الذي جاء ليعمر الأرض وهذه الرسالة النبيلة تحرص عليها المملكة بكل عناية تامة من خلال سعيها المتواصل في مد يد جسور العون والمبادرات الإنسانية المتميزة لمختلف الشعوب الشقيقة والصديقة ضمن حملات الإغاثة الصحية والاجتماعية والتعليمية ودعم الجهود العالمية لتعزيز قيم العمل الإنساني وحث المجتمع الدولي والشعوب للتعاون والتضامن والتكافل من أجل أن تسود الإنسانية العالمة أجمع موسيقى